ولسه مكملين معاكم في الأحداث الفدنية وكاميرا ترانس كانت موجودة برضو الأسبوع اللي فات في العرض الخاص لفيلم تمسيح النيل لخلد الصوي وهنادي مهنة ونجم مصرح مصر مصطفى خاطر فيلم تمسيح النيل بتدور أحداثه جوه مركب نيلي بين اللقصر وأسوان وبتدخل عصابة جوه المركب وبتبقى عاوزة تسرق بعض الركاب على المركب والفيلم من إخراق سامح عبد العزيز الأستاذ سامح عبد العزيز يا جماعة اللي أنا بشكره من دلوقتي على كباريه وعلى الفرح وعلى تبسيع النيل وعلى أي شغل حنعمله التالي مع بعض زمان أنا كان ممكن أكل في المسائلات دي أترجمه لك الرسالة وأقولها دلوقتي حسيت أن الرسائل الكبيرة مش قال بتوصل تصور اللي بيوصل هو الرسائل اللي بين السطول البطولة الجماعية دي أنا بدعوله طول عمري طول عمري أنا كنت في المسرح في قولية الحقوق رئيس فريق المصر اللي بكتبته وأخرجته للمسرح كل الفرق النهاردة اللي بتقدمه بتقدم المصرحيات اللي بكتوبة بتقدمها علشان هي مصرحيات جماعية شغلت على مشروع المصرح الحر والسلم المستقل وبذات على فرقة الحركة المصرحية اللي كانت بطولاتها كلها جماعية وكنت بأخرجها وبكتب معظمها وبمثل فيها برضو كلها خدت منها فرص مهمة جدا جدا ومع ذلك كانت بطولات جماعية ولما بدأنا في البطولات التليفزيونية والنجومية السينمائية والتليفزيونية وبتاعة كان بيبقى دايما عيني ورهاني على إن أنا ممكن أبقى حتى لو أنا البطل الأول أو التاني أو لو في بطولة جماعية بنبقى كلنا نكحين لما بتبقى لوحدك أو واحد اللي واحده وكلها بتخدم عليه صدقني ما بتبقاش زي البطولة جماعية مسيح نيل فيلم رحلة وأفلام الرحلة من الأفلام اللطيفة جدا للناس بتحبها وجو لزيز مجموعة قررت تطلع رحلة وبيحصل بقى أحداث عظيمة جدا بعمل دور محامي جزء أخت خالد الصوي بناتا أمر أنا ومحمد صروت عديل ويعني على فلوسه الفيلم لقيت كوميدي لطيفة هو موخف حلوة أصلا وحددته حلوة فيارب إن شاء الله يبقى فيلم كويس فيه إفهات حلوة إن شاء الله يا رب ما عندي هنشوف بقى في الفيلم مسيح نيل فيلم كوميدي لزيز خلوش تفرج عليها طب بس الظهوري طالع عبنة وسيخي دصاوي وبنسافر بقى عشان في رحلة طرفهية وبيحصل بقى كزا موقف هناك على المركب بيدور منه وأحداث الفيلم أقول لهم مبروك ويعرب الفيلم يعجبكو ويعجب الجمهور وإن شاء الله يحقق أعلى إرادات ودايما كده في تقدم إن شاء الله